السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كذلك الاخ ديانا والحبيب ديانا سيطيبك ورهبان حياك الله يا رضوان برك الله وفيك مولاي وليل الحمد الله عزكا خويا الله يبارك فيك مولاي ومدعوها الاما انتا الله بس يحفظها انتا الله محفوظة بحفظ الله محفوظة باذن الله تعالى وكنصح الاخوان ديالي يكتروا من اعودوا بكلمات الله التامات من شر ما خلق وبسم الله الذي لا يدر مع اسمي سيء في الارض ولا في السماء وهو السماء العليم اياها يا اخو يا اياها ان شاء الله نكتروا منها بإذن الله والله يجزك بخير واحد دعوة الام ديالي رأى رأى مريدة سوية والاخوان ديالي والويد ديالي متوفي يا رحمان يا رحيم يا اموات المسلمين يا ربي اخو يا رضوان حافظك الله الله يجزك بخير والله يطول عمرك شكرا لك خو يا رضوان بارك الله فيك واسعدك الله اسعدك الله خو يا رضوان ونطلب الله تعالى يحفظ لك الوليدة ويطول عمرها الله يحفظها ويطول عمرها وزيد الله في المدد نطلب الله سبحانه وتعالى يجعل اوقاتها بالذكر معمورة ويجعل لها كل خير ويقرع عينها باولادها وبنتها ونسأل الله سبحانه وتعالى ارحم الوليد ويوسع لها الرحمات ويجد لها الرحمات في القبر لا اله ايلا الله خو يا رضوان كيف ذكرتي هذه الأمة أمة لا اله الا الله الأمة الإسلامية هي كتسمة أمة مرحومة هذه قاعدة من قواعد العقيدة أمة الإسلامية أمة مرحومة لأن الله سبحانه وتعالى بعت لها نبيا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والله تعالى ربنا ورب الجميع كاتب على نفسه الرحمة ووعدنا بأنها مرحومة ومنصورة هذه الأمة منصورة وهذه الأمة رايتها مرفوعة وهذه الأمة قد تمر بشدائد لكن سرعان متزول هذه الشدائد سرعان متزول وتنقلب إلى خيرات كل المحن تنقلب إلى منح كلها إلى منح فقط علينا جميعا أن ننتبه ونجدد التوبة في قلوبنا ونجدد الإيمان في نفوسنا وأن ننخارط جميعا في الأذكار نسمع كثيرا في الإداعات وفي الوصلات الإخبارية والإشهارية وملسقات في كل مكان عن الوقاية من هذا الفيروس للكورونا ولكن لا بد من التنبيه أن من أعظم أسباب الوقاية وهو تجديد الإيمان في القلوب وهو تجديد التوبة مع الله سبحانه وتعالى وهو أن نلتزم الصلاة في وقتها ونجد الجماعة في بيوتنا وهو أن لا نهجر كلام الله وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا وأننا نلتزم بالأمانات نؤدي الآمنات إلى أهلها وأن يكون فينا روح تضام وروح التراحم فيما بيننا ثم أن نلتزم بالأذكار هذا الأذكار لذكرتي السيردوان رأى كفيلة بأن تجعلك في حماية كاملة كاملة جدا الأطباء المختصون في المعاهد المعروفة للتحاليل باستور وغيرها قراءوا وشبعوا قراءة بش يعرفوا هالفيروس والفصيلة ديالو والتطور ديالو فيروس كورونا هو فيروس قديم لكنه يتشدد الصورة الأخيرة اللي جاء فيها عنده التاج ومش حم وغريب الأطوار ويتحول هذه قراءة قراءة هؤلاء أيضا الصلحاء من أبناء هذه الأمة والعلماء ديالد الأمة قراءوا قراءة خراءة تاني قراءة خراءة اشنا هي؟ هي أن ليفاكسة من غير هذه الأدوية المعتادة كل ليفاكسة وليفيتامين ره هي الأذكار الأذكار الربانية اللي كنقولها في الصباح وفي المساء اللي كنثق في الصباح الباكير كنقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وبركته وهداه وأعود بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده ثم أجدد شهادة كل صباح أجدد شهادة بيني وبين خالقي وأقول اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك ثم أعترف بخطاياي وأقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأكررها ثم أطلب من الله العون فأقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيط اللهم أقضي لأمري كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين وطيلة اليوم ألتزم الاستغفار والتهليل والتكبير والتسبيح حتى إذا انقذ اليوم وأردت أن أخلد إلى النوم في فراشي قبل أن أغمض عيناي أجدد الشهادة وأجدد الاستغفار أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ومن تم ستكون في حماية الله الكاملة فما نرد أن نقول أيها الأحباب الكرام أن كورونا هذا هو جند من جنود الله وما يعلم جند ربك إلا هو لم يبعث الله تعالى ليقتل الأرواح أبدا هذا كورونا ما قتل إلا حان إلا القليل جدا إلا شفنا حاوذي تسير وشفنا الحروب المدمرة قتلت الآلاف دي الناس في كل يوم هذه الهلع كله على أعداد محدودة جدا فكورونا نبرئه من قش انتهمه كورونا لم يبعته الله ليقتل وإنما بعته الله تعالى ليحيي القلوب ويحيي الضمائر ويحيي النفوس والحمد لله القيناة الحياة تتجدد القيناة الحمد لله الروح للتضامن الروح للتكافل والقيناة الحمد لله أول شيء اللي علمنا كورونا يخضع للحواس الخمس المرئي المسموع المشموم الملموس هذا هو العلم واللي كان هو ما يخضعش للحواس الخمس هذا كغيب وربما خرافة ولا نؤمن به فصار كورونا لا يرى بالعين مجرد ويثير الهلع والخوف في القلوب فسقطت جميع قواعد الإلحاد وكلقوا الكثير من الناس ربما كان يتأله وكان يتقوى ويتجبر لكن الآن الناس ساروا سواء كورونا عادل لا يميز بين غني ولا فقير ولا بين مسؤول ولا واحد من عمّة الشعب عادل وكورونا علمنا أيضا بعد الروح الوطنية شوف الحمد لله الشيء اللي احسن به اليومين الروح الوطنية في قلوبنا بهذه الإجراءات والمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد النساء حفظه الله ورعاه ومن خلفه أعضاء الحكومة ومن خلفه البرلمانيون ومن خلفه رجال الدولة هذا شيء عظيم لم نكن نتوقعه إلى حد قريب كان عندنا المواطن عموما سوء تقدير للدولة ونقد شديد لسياستها العامة لكن اليوم لا أحد يجادل ولا أحد ينكر أن الدولة الحمد لله قيادة وحكومة وشعبا صارت كلها تتسير إلى الأمام تسير نحو التضامن والتكافل والتزازر والمواقف الإيجابية فصرنا نشعر بالطمأنينة وبالسكينة وبأننا كلنا وحدة هذا باعة للروح الوطنية ووجدنا بين أفراد الشعب قلنا نروح تضامن الأغنية يتعون مع الفقارة وما زال نشوفوا إن شاء الله قريبا غضي القول الحمد لله وحد اليد دي الأغنياء تمتد إلى إخوانهم الفقراء بالعطاء والتضامن والتآذر ثم ملقين جمع الشمال العائلة قرون جمع الشمال العائلة شامل واحد ما كشك تشوفوا بعضياتهم الزوج دائما غائب والزوجة رايم صافرة والولاد دائما غيبين دبل الحمد لله دخلوا لأي بيت فتحوا على غفلة غتلقوا داخل البيت الزوج والزوجة وليدتهم وكعقلوا على ماكلتهم كانوا الناس كي يأكلوا الماكلة على برة خصوية أكلت الجاهزة اللي هي مضرة اليوم اللي نقل العائلة كي يأكل الحمص والعدس والقاطاني اللي هي الصحية ويأخذوا سكنجبير والشيح هذا كل مفيد للصحة كورونا غير عادتنا في الطعام وفي الأكل والشرب وكورونا جمع الشمال للعائلة واللون نص بعضياتهم ثم كورونا غادي يصلح شبابنا كنا بعض الشباب دينا شاعد الأمات كنا عرفهم كتقول لك ولدي غير كت كتجي منتصف لليل كي يخبر ما عطيك يمشي كيمشي الملاهي مقاهي الشيشة كيمشي الفساد اليوم كتقول لك ولدي جالت حدايا أقول لك يفكر أنه يقلع عن التدخين ويقلع عن المخدرات ويقلع عن الشيشة لأن الرادات ديالها قد يؤدي أقرب المقرب إليه فكورونا نشكره أعاد لنا بناتنا حتى البنات دي ونالله يغفر لنا ولهم شاعد البنات دي أنك نكمشوف بالليل ولو كلهم كتن في بيوتهم وعززات محترمات وهكذا طهر طهر أبناءنا وبنتنا وأصلحهم كورونا شاعد الأشياء من غيرها اشتقنا إلى المساجد كم من واحد كان جمحنا ما كيصليش ولكن الآن كلنا شعرنا باشتياق إلى المساجد ننتظر بشغف كبير متى يأتي الإدن من جديد منيوزات الأوقاف واللقاء منها الشائن الديني ويقولوا غداغت بالجمعة ونفرح وغنى نخذ الفضل حتى الفضل الدعاء المستجاب ما بين الآدن والإقامة ضيعناه حتى التبكير إلى صلاة الجمعة مع المؤمن والمؤمنات ضيعناه واشتقنا إليه وعرفنا القيمة دياله حتى الحج لكنك نستخدمه به دابا الآن نسمحنا عارفين القيمة ديال الحج كل حاجة تغير لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خير أنا أكيد أقول لكم أيها الأحباب الكرام يقولوا المثلة من علمك حرفا سرت له عبدا كورونا لم يعلمنا حرفا قلب المفاهيم ديالنظام الدولي ديالنظام العالمي الجديد قلب قلب موازي القوى كنك نعتقد بأن الغرب هو الأقوى هو اللي عنده القيم هو اللي عنده المدنية هو اللي عنده كان كل جيك يقول لك هذو العيون الزرق هذو كم الأسياد وإحنا يا غير ديزين ده من قلبة الكفة إحنا الحمد لله مغربا نعتز بمغربيتنا وبرجالنا وبقلوبنا الطاهرة وبقدرتنا على تدبير الأزمة فربما الغرب اللي غد يحتاج أنه يهاجر إلى أرض المغرب الطاهرة أرض لأرض الصلاح والفلاح والتضامن وأرض الإسلام والعروبة ولله الحمد المناهج اللي نستصر في بلادنا ونفتخر بالآخرين زالت غير كورونا مفاهيمنا وقلب المفاهيم وكما يقال قم للمعلم وفي تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا فكورونا اعتقد أيها الأحباب الكرام أنه ليس عقاب من السماء كورونا هو مرشد ومربي ومعلم من السماء حياتنا سوف تنصلح وسوف تزدد صلاحا وبهاءا بعد أن تمر هذه الأزمة وهي قريبا سوف تزول وكما يقال أيها الأحباب الكرام المعدن دي للدهب الدهب من اللي يقع فيه الصدى ماذا نفعل به صولوا للناس اللي يصبوا الدهب والفضة كي يخذوا القطعة للدهب الملئة بالصدى وكيرميوها كيرميوها إلى النار فتحترق وبعد ذلك تصير لمعانا أكثر لمعانا هكذا ما سوف يقع لنا هذه الأزمة ستمر قريبا بإذن الله ولكن بعدها غنوا عدوحنا آخرين مغاربة من طراز آخر عدنا تضامن وتكافل وعدنا افتخار واعتزاز بالوطن وبالحكومة وبالنظام الحاكم وعند اعتزاز بأبناء الشعب عدنا ألفة وعدنا تسامح وعدنا تكاتف وعدنا تضامن وعدنا تآزر وعدنا اهتمام بالواقع دينا القطع الصحي غديرتفع إلى الأعلى قطع التعليم غيرتفع إلى الأعلى القطعات كلها اللي هي مفيدة غدرتفع وغدزد إلى الأمام والأشياء اللي كتكتضيعنا وقتنا من التفاهات غد يبدأ دائما ما بقى جدك الاهتمام الكثير شح هذه التفاهات لا أذكر أسماءها تفاهات كأنك نهتم بها لأن لم تظهر وسوف تختفي لأنها من كنعرف الإنسان الشيء المفيد وقت الأزمات هذا وقت الأزمة كي يحضروا الرجال وكي يحضروا المبادئ وكي يحضروا المؤسسات وكي يحضروا القطاعات الحيوية القطاع الحيوي في البلاد هو التعليم أولا والصحة أولا والأمن أولا هذا كلهم ما فيش أولتاني تالت كلهم أولا وإن شاء الله غد يكون خير عظيم وهذا كله ذكره الصالحون منذ زمان إلى ربي عز وجل أراد أن يصلح قوما فإنه يبدأ لهم بالشدائب ومن تم يخرجون منها أقوياء ثم يشربون ما يسمى بشراب أهل الصفا هذه معروفة عند الصالحين في المغاربة كي تسمى شراب أهل الصفا كورونا جاء ليسقين جميعا شراب أهل الصفا ومن تم سوف نرى الوجود بمندار آخر جميل وأكثر إشراق وأكثر ألوان فهيا بنا جميعا نشرب شراب أهل الصفا السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة